اشتركوا في القناة تعادل بعشر لاعبين كنا متقدمين في النتيجة وبعشر لاعبين منذ اكثر من 53 دقيقة منذ تقيقة 53 اكثر من 35 دقيقة ونلعب بعشر لاعبين ضد المكسيك صحيح ان المكسيك يلعب في منطقة ليس امريكا الجنوبية اللي تكلمت عليها بالامس فرق نوعا ما لكن المكسيك يبقى المكسيك اذا بيدور ايطالة الهدف الاول اللي هدفت عادل اللي سجلوا اسماعيل بن ناصر جاء بعد لعب جماعي جاء بعد ضغط جاء ايضا بعد تدوير الكرة بين لاعبي المنتخب الوطني لمسات لصنعة الفارق حبيت ان نوه هالشيء مهم جدا انه رضح ليمية اللي يقولوا عليه ما يلعب شو ما يهاجم شو ما يه وناقص نوعا ما والمكان تاعه من زل ما انا بالنسبة لي اه رضح ليمية دير مقابلة من اروع ما يكون لاسباب معينة دفاعيا دير اللي عليه دفاعيا دير اللي عليه واكثر لكن ايضا هجوميا هاجم رضح ليمية الناس لي ما شافتش الهدف الاول تعرف باللي رضح ليمية هاجم الهدف اللي هو اللي سجلوا اسماعيل بن ناصر بداية من رضح ليمية اللي اعطى الكرة لمحرز يعني رضح ليمية ساهم في الهجوم وساهم في الهدف الاول مثل ما تشاهدوا في الصور رضح ليمية اعطى الكرة لمحرز محرز اعطى الكرة لي في غولي وفي غولي قبل ما يتمركزوا يعطي الكرة ابن ناصر رضا حليمية الصعد كجناح ايمن مكان رياض محرز ودير تفوق العادة ديك اصبح كمهاجم اخر. هذا رضا حليمية اللي قالوا عليه ما ما يهاجمش. هذه رسالة بارك للناس اللي يديروا رضا حليمية ما يهاجمش. رضا حليمية قلت له نعودها دار من ارواع مقابلات. وانا بالنسبة لي اكثر من ثمانين بالمية ولا تسعين بالمية يعني ضمن ما كان في كجناح ايمن ولا كمدافع ايمن الى غاية رجوع اعطى في المستوى انتاعه بلا ما نسى ايضا مهدي سفان. اه من بعدها اعطى اعطى كرة صوفيان في غولي اسماعيل بن ناصر حضر له كرة اهنا لقينا ما يقارب اربع الى خمس لاعبين مساهمة ابراهيمي ابو نجاح اه في غولي اصبح كمهاجم ثاني مع ابو نجاح بعد ما مرر كرة لبن ناصر وبن ناصر بطبيعة الحال بلا ما نسى ومحرز وحليمية وبن ناصر سجل الهدف. هذا الهدف الاول اللي كان اه لقطة تاكتيكية جماعية منسقة بين مجموعة من اللاعبين الجزائريين بطريقة ممتازة. تيكي تاكا جزائرية. الهدف الثاني بتاع رياض محرز هنا تبين اه شخصية المنتخب الوطني وطريقة لعب المنتخب الوطني اصبحت عنده طريقة ولمسة البدرب اصبحت واضحة. طريقة اللاعب وخاصة في الهدف الثاني اصبحت تعتمد على الضغط على المنافس. الضغط على المنافس في العشرين ديناميتر او ثمنتعاش متر انتاع المنافس. هذا ما ولد خطأ من المدافع المكسيكي اللي رمال كورا بدل ما يرمي الكورا لزملاء او اه يصعدها بعيد. الغاروحو اخطأ بسبب ماذا بسبب الضغط? ارمال كورا الرامي بن سبعيني. احنا اخلقنا يعني نوع من الفارق في العدد فارق العددي. رامي بن سبعيني. بغداد بنجاح. ابراهيمي نوع ما ممكن كان متسلل لكن نرجع من تسلل. رياض محرز ووراء رامي بن سبعيني. اسماعيل بناصر ومن وراء اه من بعيد اه في قولي حوالي خمسة او ستة عيبين. اذا اهنا خلقنا الضغط. الضغط على المنافس قلتها ونعودها في 18 20 متر انتاعو. الضغط على المنافس يولد الاخطاء. من بعدها ما استلموا الكورا رامي بن سبعيني دايما اعطوكم الصور ونوضحو لكم. بعد ما استلموا الكورا رامي بن سبعيني كان كان امامو بجنبو. بغداد بنجاح كان وراءه. وراءه نوعا ما اسماعيل بناصر. وكان ايضا براهيمي اللي رجع من التسلل. اصبح يعني في داخل في اللاعب يعني ما هوش متسلم. وكان وجه اللي وجه اللاعب رياض محرز يعني اعطاه كورة ميليمترية من اصيس ولا اروع من رامي بن سبعيني باتجاه رياض محرز اللي وجه اللي وجه. وبالتالي يسجل هدف هدف ممتاز ورائع. هدف ممتاز ورائع لرياض محرز بالمعنى تعني بتيبون لللاعب وهدف وخرافي لرياض محرز رياض محرز المتعود على الوضعيات اللي مثل هذي والاهداف اللي مثل هذي. اذن فوز مهم. فوز يواصل المنتخب الوطني سلسلة النتائج الايجابية عشرين مقابلة بدون خسارة المنتخب الوطني اه بقيادة جمال بالماضي. الف الف مبروك للمنتخب الوطني. الاداء والنتيجة. اه يعني مقابلة ممتازة مقابلة شيقة. لكن نقطة السلبية نوعا ما في المقابلة. اه قبل ما نتكلم عن نقطة سلبية عفون. اه بنجاح اليوم ما كاش في يوم. وحقيقة اه حقيقة يعني اللحظوها للجماهير جزائرية. قضية ابراهيمي تفكرت? مش ما ننساش خوتي ابراهيمي اللي هجم ابراهيمي ابراهيمي يمسك كرة. صحيح ان ابراهيمي عنده خصال مسك الكرة والايطالة في مسك الكرة. لكن ابراهيمي ما ننساش انه ضية هدف. ما نقدرش نقوله ضية. لكن نسمع الفارق. في الهدف اللي يضع من العارضة لولة العارضة كان يكون هدف خرافي. اللاعب دار بين ثلاث لاعبين تجاوزهم والكرة. لكن للأسف صدمت بالعارضة. كان يكون هدف خرافي. اذا اللاعب ما نقدرش يقول عليه انه لاعب فاشل ولا سيء. اللي يقدر يروغ لك ثلاث مدافعين من منتخب المكسيك. يروغ ثلاث مدافعين ويرمي الكرة كانت كانت قريبا من الهدف. اذا هذا لاعب ليس سيء او لاعب اه منفوخ او بالعكس انا شوفيه لاعب ممتاز. بونجاح اليوم للأسف للأسف ما كانش في يومه. اليوم بونجاح ما هوش في يومه. ايضا اه حليمية قلتو نعود دار مقابلة في القمة كل اللاعب المنتخب الدون الستناء لعب ممكن بونجاح و قضي ورا قضي ورا ممكن ان نعذروا بحكم السن ولكي برا نتاعو. ان شاء الله نلقى معامور الوقت نلقى وان شاء الله بديل نتاعو. اه كل لعبين داروا مقابلة كبيرة بدون استثناء. اه بالنسبة لي انا يبقى رأي هذا الشخصي الرجل المقابلة هو اسماعيل بن ناصر. حقيقة بدون ان ننقص من قيمة باقي اللاعبين او رياض المحرز لسجل هدف. لكن اسماعيل بن ناصر كان القلب النبض منذ بداية المقابلة الى نهايتها. كل الصراعات تقريبا اكثر من تسعين بالمئة فاز بها. اذا صراحة اسماعيل بن ناصر بالنسبة لي رجل المقابلة. اه النقطة السلبية اللي حبيت نوه لها هو التلفزيون الجزائري. بما ان احنا ما عدناش نملك الا قناة الا التلفزيون الجزائري اللي نشاهدوه. رغم ان وجود قناة خارجية اخرى نقلة مقابلة. لكن التباهي معلق مقابلة تباهي نحن نملك الحصري نحن نملك الحصري ما عليش حاجة مليحة نملكه الحصري. لكن التباهي تمنيت ان تكون جودة الصورة تكون ممتازة. ليس انه نشوفه صور مثقوبين في اللي في الشاشة. كأننا نشوفه في كاميرا مكسورة او ثقب في الكاميرا. يعني ما يعرفناش هذه جودة الصورة. لتباهي والحصريات. الحصريات تقول انك تدير النتيجة والتوقيت. النتيجة والتوقيت ما كانش. في الشوطة الاول ما كانش النتيجة. الشوطة الثاني حسن نوعا ما داروا التوقيت. دعفوا داروا النتيجة لكن التوقيت ما كانش. الروح من الجهة المقابلة للمكسيك. قناة مكسيكية دارة النتيجة والتوقيت. جودة الصورة ما نحكيش. فول اش دي. لكن احنا ما عدناش اش دي. تباهي تباهي. كأنكم راح مع حصري الحصري الحصري كأنكم عدروننا كاتكا. الفور كي هذا كأننا نشوفه فور كي ما كانش فور كي هذا ولا ما كانش. جودة الصورة راديئة جدا ومن اكثر من هذا اذلال الناس وعدالة ونروح نشكو بالناس. اشكي للناس على روحك من حقك انك اللي ادي لك الحقوق الملكية وتشكي به من حقك. هذا الشي مفروغ منه. لكن نبقاش نتباهها ونبقى نتباهها نتباهها الحصري الحصري. على صورة انا كنت من الناس كنت تشكب اللي التليفزيون تاعي هو اللي فيه المشكلة. هذي نشوف دلو تشوف المكسيك تشوف جودة الصورة كالتي ديماش حاجة اخرى. كأنها تلت تنقل في مقابلة في من من مكان اخر. لهيش مهيش مقابلة تعالى منتخب الوطني جزائري. اذا الحصري ان شاء الله النقد هذا الانتقاد هذا يخليك بتخدموا وتجاء وتبذلوا مجهودات جبارة وتضعفوا من جهودات تعكم ودخلونا نشوفوا قناة وطنية بنوعية اه جودة صورة نوعية ممتازة. ان شاء الله مسؤولين تليفزيون ياخذوا هذه النصيحة يعني ولا هذه الملاحظة بعيد الاعتبار. نتمنى كل توفيق المنتخب الوطني في متقنا مع مزد من الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.